أهلاً بأصحاب رحلتنا السعيدة وأهلاً بأصحابي اللي معايا النهاردة وحكاية جديدة من حكايات ماما سميحة حكايتنا النهاردة يا أصحابي نصها في البحر ونصها في السماء إزاي حكاية بقى نصها في البحر ونصها في السماء؟ لما نعرف اسمها هنستغرب حكايتنا اسمها لقلقة في السماء إحنا عارفين اللقلق بيموجود فين؟ في البحر وهي القصة اسمها لقلقة في السماء إيه حكاية لقلقة في السماء؟ حكاية بنت اسمها سما سما بنت شطرة لطيفة مؤدبة شطرة جدا في المدرسة لكن للأسف كان فيه أربع بنات دايما دايما زعلانين إن هي أشطر منهم وإن هي مؤدبة عنهم وإن هي بتجيب درجات كويسة ودايما المدرسة بتكرمها يعني نشيطة جدا سما الأربع بنات دول كانوا دايما دايما بيحاولوا يدايقوها وبيتنمروا عليها إزاي بقى كانوا بيعملوا إيه تعد سما في الفصل بنت منهم تعد وراها وهي منتبهة للمدرسة تكتب وراها تروح البنت دي شدة شعرها وفكة الضفيرة بتاعتها المدرسة تبص تلاقي سما شعرها منكوش تعمل إيه بقى المدرسة؟ تعمل إيه تزعق لسما وتعقبها سما ما تقدرش تقول مين اللي عمل كده هي عارفة مين اللي عمل كده بس تخاف إنها تقول لحسن البنات دول يتحقوا عليها أو يقولوا إنها جبانة أو يعملوا أي تصرف زيادة يدايقها كانت بتبقى دايماً متدايقة ما بتحكيش لحد خالص اللي بيحصل لها وده طبعاً غلط لو تعرضنا لقدر الله لأي نوع من أنواع التنمر ما نسكتش لازم نقول ولازم نحذر اللي بينمرنا إنه لو عمل نفس التصرف ده تاني إحنا مش هنسكت قرر التصرف ده لازم نقول نقول أقرب الناس دين نقول لماما لبابا لو كان ده في المدرسة لازم نقول للمدرسين لو كان في النادي في أي مكان ما نسكتش لأن سكتنا ده بيخلي اللي بيتنمر علينا هيعمل إيه تاني هيعمل تاني وتالت ورابح صح كده؟ صح سامة بقى كانت للأسف ما بتقولش تفضل سكتة يوم وراء بيتخاف منهم يوم وراء يوم بدأوا يعملوا حاجات أكتر مرة سامة وهي راجعة من المدرسة لقيت الشنطة تقيلة قوي إيه فيه إيه في الشنطة مالها تقيلة كده تصوروا سامة راحت البيت فتحت الشنطة طلعت الكتب والكراريس تلاقي في وسطها إيه بصوا طوبة حطت لها طوب في شنطة المدرسة عشان تبقى ماشية وهي دهرها ووجعها وتعبانة شفتوا الأزية توصل لإيه هل سامة بقى راحت قالت لهم حاجة؟ أبدا اشتاكت للمدرسين؟ لا ولا حتى لباباها ومامتها ده تصرف صح؟ لا إن حتى باباها ومامتها ما بتقول لهمش أي تصرف بيدايقها من البنات دي تسكت وتقفل قودتها وتعيط ده هو حل المشكلة؟ لا إن إحنا نسكت ونقفل القودة علينا ونعيط؟ لا وماما تقول تعالي تغدي نقول لأ ملناش نفس؟ لا تعالي تعشي لأ ملناش نفس؟ لا هو إحنا لما ما ناكلش المشكلة هتتحل؟ لا مين بقى فيكو لما بيزعل يقول مش هاكل؟ ويغضب على الأكل أنا أنا قلة الأكل أو نكتل؟ لا تحصل معي برضو لا لا حبيبتي لما تبقي زعلانة من حاجة قولي تفقنا؟ تفقنا شوف بقى ساما عملت إيه؟ مرة تانية رجع من المدرسة لقيت كل الناس اللي في الشارع عملينوا إيه؟ سماء اللي بتعيط سيف شتا إيه سماء اللي بتعيط سيف شتا؟ واحدة صاحبتها سكنة معاها في الأمارة جريت عليها وقالت لها استني استني يا سماء ورحت شيلة ورقة من على شنطة سماء شنطة المدرسة سماء لبستها واحدة منهم من غير ما سماء تاخد بالها رحت لازقالها الورقة على شنطة المدرسة اللي فيها كلمة إيه؟ سماء اللي بتمطر سيف شتا شفتوا بقى وصلت الأزية لإيه؟ صاحبتها دي قالت لها إيه؟ قالت لها ما تسكوتيش على اللي عمل كده ولازم بكرة تروحي المدرسة وتكلميهم وتقول لهم إن انتي لو عملوا أي تصرف تاني انتي مش هتسكوتي خدت شوية كده تشجاعة سماء كده من كلام جرتها وقالت أنا فعلا لازم أعمل كده طاني يوم رحت المدرسة لقت الأربع بنات وقفين قربت عليهم لقتهم بيتحكوا قالت لهم لو عملتوا أي تصرف تاني دائني أنا مش هسكوتي جدتي كانت دايما تقولي البادي أظلم يعني إيه البادي أظلم؟ يعني اللي بيبدأ بالغلط يبقى هو الظالم الأربعة قالوا لها إحنا أسفين ونوعيدك مش هنكرر الغلط ده تاني وبكرة هنثبتلك إن إحنا تغيرنا وهنجبلك هدايا بسيطة يا رب تقبليها مننا تفتكروا هما بيتكلموا جد ولا بيتحكوا عليها؟ لا تحكوا عليها يعني تصدقهم ولا ما تصدقهمش؟ لا تصدقهمش أنتوا طلعتوا أشطر من سما سما صدقتهم وتاني يوم جم كلهم يسلموا عليها وكاد فرحانة إن هما تغيروا وقالوا لها يا سما إحنا بنقدم لك هدية بسيطة تعبر عن حبنا ليكي إيه الهدية هي؟ تصوروا سما تفتح الهدية تلاقي فيها إيه؟ رمل بسنا لقيت فيها رملة ليه يحطوا لها الرملة بقى؟ عشان إيه؟ عشان انتحكوا عليها عشان تعيط أكتر الرملة لما تدخل في عينينا يحصل لنا إيه؟ نعيط توجعنا ولما عينينا توجعنا بيحصل إيه؟ نعيط نعيط عيطه طبيعي شفته شر أكتر من كده؟ نعم طبعا عينيها وجعتها رجعت البيت وعينيها حمرة وعملت دمع تدمع ماما ودتها للدكتور والدكتور قال لها إن عندها حساسية في عينيها ولازم ترتاح في البيت أربع أيام يعني ما تروحش المدرسة وما تخرجش عشان الشمس ما تقذيش عينيها فضلت سامة قفلة على نفسها مش عايزة تكلم حد وما قالتش لمامتها إيه السبب اللي خل عينيها تباعها كده حصل إيه بقى؟ في الأربع أيام دول جي يوم عيد ميلاد سامة تفتكروا سامة هتحتفل بعيد ميلادها؟ لا لا السنادي هتحتفل بعيد ميلادها؟ لا فعلا مامتها قالت لها أحلى حاجة بقى نعيد ميلاد الجي في الأيام اللي انت واخدة فيها أجازة عشان نستعد ونجيب بقى كل حاجات عيد الميلاد وتعزيم يا أصحابك مامتها متعرفش سامة قلت لها أنا مش هعمل عيد ميلادي السنادي يا ماما ليه يا سامة؟ قلت لها عشان أنا تعبان قلت لها هتخفي وتبقي كويسة قدام بتاخدي الدول الدكتور قال عليه برضو سامة مش عايزة تعمل عيد ميلادها بس سامة متعودة كل سنة جدتها كانت تعمل لها هدية جميلة ويتقدمها لها في عيد ميلادها وأجمل ما في الهدية جدتها اللي كانت بتعملها مرة تخيط لها فستان حلو مرة تعمل لها بورنيتة جميلة كده من التيريكو أو من الخيوط الصوف الحلوة مرة تعمل لها شنطة دايما تعمل لها هدية هي تعملها بأيديها سامة قالت لازم أكتب لجدتي جواب أقول لها فيه كل اللي حصل لإنها ممكن تيجي عشان تحضر عيد الميلاد وتلقيني مش عامل عيد الميلاد قالت سامة لجدتها في الجواب كل اللي حصل من الأربع بنات من أول البنت اللي شدت شعرها واللي حتطلع في الشنطة إيه؟ طوبة الحجر واللي تدوها بعد كده الهدية إيه؟ راملة جدتها فعلا قرت الجواب وكررت إنها تبعت لسامة هدية مختلفة عن الهدية اللي بتعملها لها كل سنة يوم عيد ميلاد سامة الصبح لقيت فيه هدية جميلة جدا جايلها ومعاها جواب فتحت سامة العلبة ولقيت جدتها جايبالها عقد جميل بس عقد مش أي عقد عقد فيه محارة اللي هي زي الصدفة ونازل منها لقلقة 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 جدت سامة قلت لها أنت عارفة العقد اللي أنا كنت تقولك ده يا سامة له حكاية عايزة أحكيها لك العقد الجميل ده مش مجرد عقده بس العقد ده فيه المحارة اللي هي دي وفيه حبة اللقلق إزاي بقى اللقلق ده بيتكون؟ المحارة اللي بتبقى في قاع البحر عن فين البحر؟ لما بنزل البحر بلاقي تحت فيه إيه؟ راملة راملة المحارة دي لما بتخشها زرات الراملة يعني بتدخل فيها بعض حبات الرامل بتفرز سائل السائل ده بالظبط زي الدموع اللي بتنزل من عينينا يفضل السائل ده يتجمع يتجمع وفي الآخر يقول لنا إيه؟ حبة اللقلق اللي إحنا بنلبسها ونبقى فرحانين بيها يعني الدموع مش دايما حاجة وحشة فأنا عايزاك يا سما ما تخجليش من دموعك يعني ما تكسفيش من دموعك وفي الآخر جدتها قالت لها بيقولوا عليكي سماء اللي بتمطر سفشتة أنا عايزا أقولك أن أنت سماء المشرقة سفشتة قارت سماء الجواب والحقيقة حست إنها مرتاحة ولبست العقد أول ما لبست العقد حست إن ودها قوة حست إنها مبسوطة تاني يوم راحت المدرسة لقت المدرسة عاملة إعلان إنه هيعملوا يوم خيري يعني يوم خيري يعني الولاد اللي في المدرسة البنات هيعملوا مشغولات هم بأدهم أو لوحات وهيعملوا معرض يبيعوا فيه الحاجات دي والفلوس اللي هياخدوها هيتبرعوا بيها المستشيات الأطفال عملت إيه سماء تفتكروا؟ بعد العقد لا العقد ده هدية جدتها وإحنا لما حدي جبلنا هدية رسمت لها رسم رسمت على إيه؟ على الطوب سماء لما كانوا بيضايقوها ويحطوا لها طوب في الشنطة كانت مش بترميه كانت بتحتفظ بيه طلعت الطوب اللي في الشنطة وطلعت الألوان وقعدت ترسم أشكال حيوانات وتشور على الطوب مش بس كده أخدت كيس الرملة إحنا عارفين ساعات بنشوف حطين رمل في أزايز كده متلون جابت إزازة فاضية وبدأت تحط الرمل وتلونه وتعمل بيه أشكال حلوة في الأزايز ويوم المعرض الخيري عارضت سماء الطوب الملون وعارضت الأزايز وكل كان معجب بيها ويقولولها معقولة يا سماء أنت اللي رسمت الحاجات دي؟ قالت لهم آه أنا اللي رسمتها كل المشغولات اللي سماء عملتها اتبعت على طول وجابت أكتر فلوس في المعرض الحاجات اللي عملتها سماء المدرسة قررت إنها تحتفل بسماء وتديها شهادة تقدير عشان هي سهمت إنها تعالج الأطفال المرضى بالحاجات اللي هي عملتها لما استلمت سماء شهدت التقدير تفتكر كان شعورها إيه بقى؟ فرحانة فرحانة وكمان دا ادها إيه بقى؟ قوة قوة ادها قوة طلبت الكلمة وقالت ممكن أقول كلمة؟ مديرة المدرسة قلت لها تفضلي يا سماء قولي قالت لها أنا عايزة أحكي على حاجة ما حكتهاش أبداً الأربع بنات عملوا إيه بقى؟ ها؟ استخبوا استخبوا لأنهم عرفوا إن سماء حتقول كل حاجة كانوا بيعملوها حكت سماء كل حاجة حصلت لها من الأربع بنات ووقتها كل اللي في المدرسة كانوا طبعاً متضايقين منهم والمديرة قررت إنها تعاقبهم سماء قالت من النهاردة أنا مش حسكت على أي حد يضايقني وعايزة أقول لكل بنت طالبة في المدرسة لازم توجه التنمر إيه رأيكم بقى في القصة بتاعتنا النهاردة؟ والحلم والحلم إيه أكتر حاجة عجبتنا في القصة؟ جدتها وعجبت لالو فكرة الهدية نفسها يا أولاد الهدية ليها أشكال كتير بس فيها هدية بتأثر فينا أكتر يعني جدتها كان ممكن تعملها أي حاجة لكن جدتها فكرت إزاي توصل لسامة الرسالة اللي عايزة توصلها بحاجة بسيطة يعني إيه الرسالة؟ إنها عايزة تقول لها إن الدموع مش حاجة وحشة دايماً وإنه ممكن الحاجة اللي تقلمنا أو تدايقنا تبقى مصدر قوة لينا فدي الهدية دي هدية زكية صح ولا غلط؟ صح هدية خلتها تتعلم درس مهم وتتعلم كمان معلومة مهمة إحنا كنا نعرف اللقلق بيتكون إزاي؟ لا حد فينا كان يعرف؟ لا لكن إنتوا دلوقتي عرفتم وإصحابي اللي بيشوفوا رحلة سعيدة عرفوا إزاي اللقلق بيتكون وبعد كده المعلومة دي مش هينسوها وكل ما هيشوفوا حبة اللقلق هيفتكروها صح؟ صح من حكاية ماما سماح في برنامجنا رحلة سعيدة